ميشيل حايك يسيب مجددا بما توقعه عن طالبان اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي هو النجوم لو اول مرة بتشوفي القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ولو الفيديو عجبكم يريد لايك وكمان توشي ما زال التوقعات ميشيل حايك تتحقق نبوءه تلو الاخرى واخر ما تحقق من توقعاته ما توقعه عن حركة طالبان حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميشيل حايك توقع فيه فصولا جديدة ومزهلة في مصار حركة طالبان على حد تعبيره فصول جديد ومزهل في مصار حركة طالبان وكانت حركة طالبان قد اعلنت انتهاء الحرب في افغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول مع رحيل القوات الاجنبية التي تقودها الولايات المتحدة طالبان تسيطر على افغانستان بسرعة اذهلت العالم وفاجأته حتى ان طالبان ذاتها فوجئت بالانهيار الساعق للجيش الافغاني الذي بنته الولايات المتحدة الامريكية على مدى عشرين عاماً وكانت حركة طالبان المحذورة والمدرجة على قائمة التنظيمات الارهابية في روسيا سيطرت بشكل كامل على البلاد الاحد الماضي اود ان اهنئ الشعب الافغاني المسلم على هذا النصر الهائل وخاصة المقيمين في كابول كما اود ان اعلم جميع المقاتلين باننا وصلنا الى وضع غير متوقع وفريد من نوعه برأيكم ما تحقق لمشيل حايك هو مقرد صدفة ام ماذا؟ وكان ساعة الزمن تعود الى عشرين عاماً خلت قبل ان يتم طرد حركة طالبان من السلطة في افغانستان بالقوة خرجت وبها حادت الى العاصمة كابول في ارويقة القصر الرئاسي تظهر بعض قيادات ومقاتلي الحركة